نروح لشريف شعبان قبل منكمل أخبار الفريق يا شريف مساء الخير عليك تباعة التمرين ولا لا؟ سيد الخير عليك يا زمين الأمير ولكل مشاهدي قناعة النادي الأهلي في كل مكان ولازم الأولى بارك لك طبعاً بالجائزة وصاحب الفكرة طبعاً أستاذ محمود شوقي طبعاً طبعاً صاحب فكرة مميزة جداً وطبعاً بنشكر معالي وزير الشاب ولادر والأستاذ دكتور أشفى بصبح طبعاً على تفاغمه على طوله لب النداء على طول حاجة فخرة ما يكون الصحفين والإعلمين طبعاً بيفترانوا في أول حياتهم بنيفتر معهم طبعاً جميل مبروك أميره وبإذن الله جويز ما تنتهيش وطبعاً بإذن الله الرحمن الرحيم لي يعني إن شاء الله بإذن الله وهو ده اللي الواحد بيفكر فيه إحنا لسه وعملناش حاجة يا شريف إحنا لسه شباب وعملناش حاجة في المجال ده الأهم بقى كمك وإذن الله النادي الأهلي الفريق النهاردة تبعت المران إزاي قولي تمام خلينا أقولك التمرين كان في الرباع عصراً يمكننا بعد أجازة تمرت حوالي أربع كيات قبل ما أتكلم في بداية المران نازم أتكلم على شك ملعب التتش عظيم سلام لكل القائمين على ملعب التتش ملعب التتش حاجة مفخرة ملعب التتش كويس جداً 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 يمكن التمر الغياب النادي الأهلي عن ملعب التتش عزيئة جديدة كنت نويت أنا فيه مداخلات سابقة على طول اشتغلت فيه أرضية الملعب بالشكل والمنظر والمخطيب بتاعها لأنا ما شاء الله بجد ملعب التتش حاجة تفرح شكراً لكل القائمين على نجاح ملعب التتش شكراً لدارة تنفيذية على طول أول بأول على طول مهتمة اللي يظهر ملعب التتش بشكل يليق باسم النادي الأهلي اليوم كان آخر يوم أممكن يشوفه تمرين النادي الأهلي الملعب خلاص تغطى بالكامل من الصعب خالص أن حاد يشوف تمرين النادي الأهلي إذا كان أعلاميين أو طبعاً أعضاء النادي الأهلي وخلينا برضو نتكلم العالم كله بيعمل كده العالم كله منعروب عند كلها في مكان ما حاجش يتفرج عليه انا ما عرفش ان المنافس بتاعي ممكن يجي يتفرج على تنبيه انا ما عرفش فعلا وضع طبيعي لأي نادي يعاوز ينافس اي نادي ويبحث عبد الله اني لازم يكون التمرين مغلق الشرط يكون امام اعين الجميع اذا كانوا نفسين او اعلمين واحنا من ضمن الاعلمين طبعا الحاجة التانية اذا قلت لك التمرين كانت الرباع عشرا وممكن مستر فيلر والكابتن سيد ابدا الحفيزة مدير الكرة يمكن اعملوا محاضرة في الملعب استمرد حوالي خمس دا يتكلموا فيها عن التكيش بقى في المرحلة البقبلة يمكن مرحلة اه استموا فترة الاعداد يمكن مرحلة اولى معذكر في المراض يمكن نجح بكل المقييش فارق جدا مع العيبي النادي الاهلي مرحلة ثانية بدأت من النهاردة اللي هتخلى لها بإذن الله حوالي مباراتين وديتين او مبارات على اقصى تطبيق بسه ما اعلنش النادي الاهلي على معادهم او مع مين هتكون المواجهات النهاردة ثامرين الاهلي بيشارك في حراس المرمى اكرامي وعلي لطي ومصطفى شبير يمكن اللي عاديين كانوا قليلين شوية يمكن تسعى العديد بيشاركو شعك سمير ياسر ابراهيم محمود محمد عبد المنعم حسين السيد صالح جمعة واريد سليمان مروان محسن واحمد الشيخ يمكن والعرضي بقتل طبعا يمكن التأهيل كان لحسام عشور ومحمود متولي وكريم ندفد النهاردة كانوا في الجيم النهاردة ما نزدوش ارض الملعب يمكن كان فيه احماء النهاردة وصديب بدني قوي جدا كان حريصة مستوى طيلر طبعا ومدرب الاحمال ان يرفع الحمل البدني للاعيب النادي الاهلي علشان خاطر فترة الراحة اللي كانت مستمرة لأربعة ايام يمكن اختتم المرام بتأسيمة تعلق فيها يمكن مصطفى شبير اللي شارك بتأسيمة احرص ثلاث اهداف ويبدو انه القعب قادم احمد الشيخ مرام محسن حتن السيد والكليمان النهاردة تأسيمة ولا اروع ولا اجمل واهداف كلها جميلة جدا في نهاية المرام كان فيه جلسة مع شريف اكرامي مع مستوى فيلر استمرت حوالي تلت تاعي منعب جلسة طوهيلة جدا مع شريف شريف عنده اللغة الانجليزية كويسة جدا انت بيعرف يتكلم بكل بساطة مع المدير الفني على جانب الاخر مدير القرى الكابتن سيد كان ايضا مع جلسة مع احمد الشيخ اللي كان عرضه في التمرين كويس ازاره ويمكن اجيب خلال بكرة وبعد بكرة بكثير هتلي هم موجودين في التمرين اه طبعا بعد ما خده اذن من مدير القرى الكابتن سيد عبدالحفيز بطمينك وبطمين جمهير النادي الاجل الخادم احسن الخادم اقوى بإذن الله معذكر كان ولا اروع ولا اجمل في دايش فترة الاجتسانية اللي تجدت النهاردة بإذن الله هتكون برضو على حسب الخطة عملت مع الجهاز الفني والادارة التنفيذية او الادارة التي ترتكور يعني القصة تبقى فيها ريحية الفترة جاية بإذن الله القصة تبقى مبشرة الفترة جاية وبإذن الله بدايتنا في مباراة الجوني يوم 25 فوز للنادي الاهلي بإذن الله بشكرك يا شريف شكرا جزيلا زمينا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الاهلي